اشتركوا في القناة ودرت الحزام والطريق شي جين بينج مصر حققت انجازات اقتصادية كبيرة ونؤيد جهودها لمكافحة الارهاب المحافظون في اول يوم عمل جولات مكوكية ومتابعات للمشروعات القومية والنظافة انجاز علمي مصري جديد لعلاج السرطان بالذهب نتائج التجارب مذهلة ووقف نمو المرض بنسبة 100% من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية استقبال حافل للرئيس السيسي في قصر الشعب ببكين وتوقيع خمس اتفاقيات للتعاون في الطاقة والتجارة والصناعة تنفيذ القطار الكهربائي وانشاء اول منطقة صناعية بالعالمين الجديدة الرئيس يلتقي رئيس وزراء الصين اليوم ورؤساء كبرى الشركات غدا فائض في الموازنة لاول مرة منذ عشرين عاما الاهل يحلم بنقاط الانتاج وازمة الزمالك تشتعل اما صحيفة الاهرام فجاءت ابرز عنوينها كالتالي نقلة نوعية في العلاقات المصرية الصينية مدبولي يتفقد تنفيذ المرافق والاحياء السكنية بالعاصمة الادارية الجديدة وتسليم سبعة الاف وثمانين واربعين وحدة في ديسمبر وعشرة الاف وثلاثمائة وست وسبعين في يونيو المقبل افتتاح ميناء طاب البري بتكلفة تسعة واربعين مليون جنيها غدا فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على اراضي المليون ونصف المليون فدام ومن صحيفة الشروق نطالع الجامعة العربية تنص الامريكا من التزاماتها لن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه الفلسطينيين وكيلو اسكان البرلمان الضريبة على الشقق المغلقة ستحل ازمة السكن مصدر بالتموين بدء اضافة موليد البطاقات المنتهية برقم ثلاثة من جهة اليمين الركود يخيم على محال بيع الادوات المدرسية بالقاهرة والجيزة تغييران في قائمة المنتخب امام النيجر اما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عنوينها البرلمان ينطفض ضد تشويه الدين وتحركات خارجية للرد على تنظيم نائب في البرلمان الهولندية مسابقة لاعداد رسوم مسيئة للاسلام المرور يفتتح كبري 15 مايو بعد انتهاء اصلاح فواصل اتجاه القاهرة وليد ازارو افضل لاعب في الاهل خلال شهر اغسطس والارصاد تقصى اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36 درجة كانت ذي مشاهدين الكرام جولة سريعة في اهم واخر الاخبار الصادرة في الصحصة المحلية الصادرة صباح اليوم شكرا للمتابعة والى اللقاء